مستوّت الناخبون البريطانيون اليوم في الانتخابات البرلمانية لاختيار حكومة جديدة وسيتوجه حوالي 46 مليون ناخب بريطاني إلى مراكز الاقتراع لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس العموم والحكومة في المملكة المتحدة حيث تتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعداً في مجلس العموم وكانت حملات الانتخابات العامة قد اختتمت أمس وسط دعوات من زعماء الأحزاب المتنافسة لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع وسيصبح زعيم الحزب الذي سيفوز بأكبر عدد من المقاعد رئيساً للوزراء في بريطانيا وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب العمال بقيادة كيرستانمر يتجه إلى تحقيق فوز كبير على منافسي حزب المحافظين الذي استمر في الحكومة لمدة 14 عاماً